اشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمال الإنسانية وشؤون الشباب بالإنجاز الجديد الذي سجله فريق بكتوريوس البحرين للدراجات الهوائية بحصوله على أفضل فريق في بطولة طواف إيطاليا حيث تمكن الدراج مايكل لاند من احتلال المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة التي تعتبر من بطولات الدراجات العالمية والتي تحظى باهتمام واسع ومتابعة عالمية وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن الإنجاز الذي سجله فريق بكتوريوس البحرين للدراجات الهوائية يؤكد المكانة المتميزة التي يحتلها في الساحة الأوروبية وحرص الدراجين على تقديم أفضل العروض لمواصلة المسيرة الناجحة التي يقدمها الفريق في البطولات الأوروبية وتمنى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة دوام التوفيق والنجاح لفريق بكتوريوس البحرين للدراجات الهوائية في المحافل المقبلة خصوصا أن هذا الإنجاز سيكون حافزا كبيرا للفريق في مواصلة حصد الإنجازات